بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أحبائي في الله لقاء جديد وحلقة جديدة مع العلاج الطبيعي في القرآن والسنة حلقة النهاردة استكمال لحلقة الأوضاع التي يتم من خلالها عمل جلسات العلاج الطبيعي احنا قلنا في القرآن ورد القيام القعود وردت في القرآن الكريم خمس مرات خمس مرات ربنا بيقول في محكم التنزير ازهم عليها قعود في سورة البروج وايضا يقول سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وايضا يقول ربنا فاذا قضيتم للصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلي معي عدوا انكم رضيتم بالقعود يبقى القعود ورد في آيات كتير معناها ان انتم اعادتم وتكسلتم ومعناها ان الإنسان يذكر ربنا في جميع الأوقات القعود الجلسة بيقول لها الطرق والقعود في العلاج الطبيعي بيقول أوضاع كثيرة بسميها الجلوس في الجلوس الحر ان الواحد يجلس بدون مسند للزراعات ولا الخلف ده عشان نضرب المريض على التوازن زي ما بنقول للمريض المريض اللي كان نايم على ظهره فترة اول ما يجلس على حرف السرير نعوده على الجلوس المتزم ما فيش حاجة وراه ما فيش حاجة جنبه امسك نفسك وانت جالس لو جلس كويس نبدأ نطلعه ندرجه لوضع القيام يقف فرده ثابت في الجلوس اللي بنقول عليه ممكن يجلس مربع يعني ربع الجرينيه بيسموه كروس سيتنج يقعد مربع رجله الوضع ده بيفيد في حالات الاسترخاء التأمل الناس اللي عايزة يعملوا تمرينات علشان ينقي زهنه وتفكيره في أوضاع لكده في الجلوس الطويل اللي احنا بنقول للمريض يبقى جالس وفارد رجليه لقدام ده علشان عايز يعمل استطالة العضلات في الجلوس من التشاهد والجلوس ده مهم جدا عشان نزود المدى الحركي للرجبتين اما يكون واحد عنده تيبس في الرجبة فمش معنى كلمة جلوس ان انا يبقى جالس على كرسي لا كلمة القعود يجلس ممكن على كرسي ممكن يجلس على الارض ممكن يجلس جلوس طويل ممكن الجلس بدون ما يبقى عنده ينقول مسبتات زي الظهر والمساند اللي في اليد وممكن بيسموه جلوس العالي جلوس العالي ان يقعد على كرسي عالي قدمي ما توصلش للارض يبقى ده بنقلل شوية من التوازن علشان ندربه على التوازن الجلوس العالي فيه كراسي بتبقى عالية ما تخليش المريض رجله تصل الى الارض بازاي ما احنا جلسين زاوية تسعين درجة في الرجبة لا فبنقول تعدد اوضاع الجلوس في العلاج الطبيعي بتفيد كثيرا جدا بتفيد في ايه في علاج العديد من الامراض بتعالج توازن نعم بتعالج قوة وقوام نعم بتعالج مرونة في المفاصل نعم يبقى وضع الجلوس ده في اوضاع معينة يقلل من الام الظهر والرقبة اللي بنسميه عليه الجلوس المثالي يعني لو انت جالس في ناس كتير تجلس حد في كتافها ورقابتها ده يجيلوا قلم في رقابته وقلم في كتافه وانحناء لا احنا عصدنا الجلوس ان الواحد يبقى قاعد رافع رأسه زاوية خصوصا ما يبقاش على الموبايل الام الرقبة مش هتبقى موجود اللي جالس وفارد ظهره كده مش هحصل له انحناء في العمود الفقر ولا تشوه يبقى الجلوس الجيد بيعالج الام الرقبة والظهر الجلوس الجيد بيحسن التنفس والهض لان الحجاب الحاجز وهو طالع نازل والواحد جالس الجلسة الصحيحة بيحسن تنفسك خلي السعر الرقوية تزيد التنفس والهوى اللي داخل احسن وفي نفس الوقت الهض من الحجاب الحاجز بيضغط على القولون بيخليه نبهه عشان يشتغل ما يحصلش امساك ما يحصلش عسره هض الجلوس الجيد بيقلل من مستويات التعب والوهن في الجسم لان الجسم بيستفيد من كل نقول الطاقة المخزونة داخل الخلية وبيحتفظ بأعلى مستويات ان واحد ممكن يبدد هذه الطاقة في جلسات غلط يقولك انا ما بعض القعدة دي بحس بعدها ان انا مكسل واخمان وحس ان ضعيف ومش قادر اتحرك لان الطاقة بتاعتها قلت وايضا بيقل التركيز مع الاوضاع الخاطئة في الجلوس يعني انت وانت جالس لابد تجلس صح عشان تركيزك يتحس وما بقول الكلمة دي نترجمها الطلبة في المدارس والجامعات وانتوا قاعدين في المدرجات لابد ان انت تجلس الجلسة السليمة وعملوا دراسة في احدى الجامعات الامريكية بتقول ان الطلاب اللي جالس مفروض الصادر رافع رقابته قدرة استيعابه زادت تلت اضعاف اللي قاعد اي كلام حدف كتافه وحدف رقابته ده وعيه وادراكه زاد تركيزه زاد لانه قاعد لتلقي العلم ولذلك ده نقول كان مشايخنا زمان يحرصوا على جلسة كل تلميذ وقاعد سواء يحفظوا القرآن او هو بيعلموا قراءة وكتابة يقولوا اجلس كويس شد ضهرك ارفت ضهرك ارفع راسك كان الكلام ده بنقول المعلم مهتم بيه ياريت كل اللي بسمعني بالمعلمين اهتموا بالولاد في اوضاعهم اللي جلسين فيها لان الجلسة الجيدة بتعالج امراض وتمنع امراض ممكن تحدث التوازن بيزيد مع الجلسة الجيدة التوافق العضلي الحسي بيزيد مع الجلسة الجيدة القوام بيتحسن مع الجلسة الجيدة بل في احدى الجامعات البريطانية بيقولوا السقة في النفس بتزيد مع الجلسة الجيدة ودي بنشوفها في الناس العسكريين اللي هو تلاقيه ماشي يعني حاسس بمشيته جيدة طبعا الثقة في النفس مش الكبرى لعزو بالله عشان بعض الناس يقول لا انا ماشي متواضح حادف كتافي لا سيدنا عمر الرجل في المسجد يعني حادف كتافه وبيصلي كده سيدنا عمر نهاء عن ذلك قالوا لا تويتوا علينا دينانا يبقى الربطال ما تموتش علينا الدين افرد نفسك كده وانت بتصلي مفيش حاجة اسمها حادف كتافك وحاسس بلا مفيش كده والخشوع خشوع قلبي ولازم يبقى فيه سكينة السكينة في القلب والجوارة لكن مش انت حادف كتافك واقف غالط لا دك لقى حتى الصلاة السليمة لابد الوقفة تكون جيدة والركوع جيد والجلوس جيد الجلوس الجيد بيقلل من الصداع كتير من الناس اللي بيجي لهم صداع نتيجة الانحناء الخاطئ في الرقبة لو تحسنت الجلسة بتتحسن الصداع ايضا الدورة الدموية بتتحسن في جسم الانسان لو الانسان جالس الجلسة السليمة اللي فيها فارد ظهره فارد رقابته عضلاته مجدودة مش حادف جسمه في اوضاع خواطئة الاشارة جات بالقعود والقعود يعني الجلوس ولكن الاوضاع في العلاج الطبيعي في الجلوس مهمة جدا ونحمد الله سبحانه وتعالى انه ارشدنا البعض الايات عشان اذا تمسكنا بها يعني حافظنا على جسمنا في احسن تقويم وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية وإلى لقاء في حلقة جديدة مع العلاج الطبيعي في القرآن والسنة